في الوقت الذي ما زالت تتصدر فيه بغداد قوائم أسوأ مدن العيش في العالم بحسب مؤشر ميرسر تحتفل أمانة بغداد بالذكرى المئوية لتأسيسها فيما يشيد رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني بإنجازاتها إنجازات تتناقض مع إعلان السوداني إطلاقه 150 مشروعا وصفها بالخدمية والتطويرية في بغداد مشاريع تتضمن إكساء شوارع بمساحة تتجاوز 8 ملايين متر مربع وتشييد عشرات الجسور والأنفاق والمجسرات فضلا عن بناء مشئات للصرف الصحي وتوفير الماء الصالح للشرب وهي مشاريع ضخمة وكأنها موجهة لبناء مدينة جديدة وليس عاصمة لها إرثها التاريخ والحضاري الذي تعرض للتشويه بدوافع طائفية طوال العقدين الماضيين بغداد في الذكرى المئوية لتأسيس أمانتها تغرق أحياؤها بالنفايات وتشكو طرقها التخسفات التي لم تشهد إعادة تأهيل أو تجديد منذ عشرين عاما ما جعل العاصمة ضمن أكثر المدن في المنطقة اختناقا بالسيارات وإذا كان الحديث هذا عن الأحياء الشهيرة في بغداد فإن الواقع في عشوائيات العاصمة أكثر مأساة وسودوية فلقد وصلت عدد المجمعات العشوائية فيها إلى أكثر من ألف مجمع بحسب وزارة التخطيط وبالنسبة لبيئتها العامة فلقد تسبب الإهمال الخدمي في زيادة نسبة التلوث ووصولها إلى مراحل خطيرة تهدد حياة الإنسان كما أكدت ذلك وزارة البيئة وزاد من مخاطر التلوث اندثار المساحات الخضراء التي كانت تساهم في تنقية الهواء إلا أنها حاليا وصلت إلى مراحل الاندثار بسبب التجريف المستمر وفشل التنظيم المدني بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ورغم واردات أمانة بغداد الضخمة من رسوم وضرائب إلا أن تريليون دينار هو حجم المبلغ الذي يخصص لها سنويا فيما لم تسجل منذ سنوات مشروعا واحدا يلمسه الناس على أرض الواقع بينما في كل عام يكشف الستار عن عشرات ملفات الفساد المتعلقة بالصفقات المشبوهة واختلاس المال العام